ودائما العفوية ما تأتي إلا بخير يا رب الإنسان إذا تكلم بتلقائيته وعفويته سبحان الله يؤثر في الناس أكثر من الإنسان المتكلف أو مثلا اللي كلامه كل التنظير لكن الكلام العفوي اللي من تجربة سبحان الله لها أثر في القلوب أبو راكان القرابة يا أبو راكان وما لها وما عليها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما أزاك الله خير يا أبو سعود جزا الله المشايخ قبل أخواني الكبار المتحدثين بيض الله يجيهم وكلامهم خرج من القلب ولا مسه القلوب فأسأل الله لا يحرمهم الأجر والثواب محمد عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة كان أعظم جيش وأكبر جيش يقوده الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف مقاتل خرج من مكة وتوجه إلى معركة حنين إلى هوازن إلى الطايف وكان جنود المسلمين عدد كبير وتحدث أحد الصحابة وقال لن نهزم اليوم من قلة شاف العدد كبير والصحابة ومن أسلم من قريش خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة قال لن نهزم اليوم من قلة ثم دارت الدائرة وتراجع من تراجع من بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر والله سبحانه وتعالى ينقل لنا هذا المشهد في محكم التنزيل ويقول الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها في بداية المعركة انكشف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول هو القوي عليه الصلاة والسلام المتقدم الذي لا يتراجع وكان على بغلته وكان يمسك بلجامها عمه العباس وكان يركض ببغلته تجاه القوم يقول علي بن أبي طالب كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى القوم يقول أنا النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم ثم ينادي عمه العباس يقول نادي في المهاجرين ونادي في الأنصار ثم قال نادي في أصحاب صورة البقرة يقول فانعطفوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والتفوا حول رسول الله عليه الصلاة والسلام وقاتلوا دون رسول الله وكأن لسان حالهم يقول ولسنا على الأدبار تدمى كل أمنا ولكن على أقدامنا يقدر الدمى فانتهت تلك المعركة بنصر رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصر الإسلام وأخذ سبايا عظيمة جدا من قبيلة هوازن ومن قبيلة ثقيف وغير ما غنموا من كثرة الإبل وكثرة الحلال الذي غنموه في تلك المعركة ولم يغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمة أكثر من هذه المعركة حتى أنه أعطى كثير من الذين شاركوا معه أعطى أبو سفيان مئة من الإبل وأعطى ابنه مئة من الإبل وأعطى غيره من وجهاء العرب الكثير الكثير عليه الصلاة والسلام وكان يعطي أعطى من لا يخشى الفقر بأبيه وعلم عليه الصلاة والسلام فعندما هدأت المعركة وأخذ السبايا ووضعوا في حضائر أو في مكان مستقل أتاه من أتاه من قبيلة هوازن وقالوا يا محمد يا رسول الله إنما الذين في الحضائر هم أخوالك ومرضعاتك النبي صلى الله عليه وسلم رضع في ديار بن سعد إن الذين في الحضائر هم خالاتك وامهاتك ومرضعاتك وأخواتك وكانت امرأة في السبي وقالت إني أخت صاحبكم من هي إنها الشيماء أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع اللهم صلى الله عليه وسلم فأتوا بها إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله هذه تقول إنها أختك قال إن بكي علامة إن أخرجتيها فأنت أختي قالت نعم فقد عضيتني في كتفي لقد توركت وكانت تحمل رسول الله وهي أكبر منه وتعين أمها في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لقد عضتني في كتفي فكشفت عن كتفها فراء عضته صلى الله عليه وسلم ثم بسط له رداءها صلة في أخته من الرضاعة صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءها وقال أما أنا وبنو طالب لأن الغنام قد وزعت فإني قد أعتقت من لدينا من تلك القبيلة إكراماً لأختي يا السلام فقال المهاجرون ونحن نعتق من لدينا وقال الأنصار نحن نعتق من لدينا فأعتقت قبيلة هوازن كلها عن بكرة أبيها كل من أسر من تلك القبيلة اعتقوا إكراماً لهذه الأخت وإكراماً لصلة رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله إن شئتي بقيت عندي معززة مكرمة وإن شئتي أعطيتك وعدتي إلى أهلك قالت بل أعود إلى أهلي يا رسول الله فعادت أخت رسول الله من الرضاعة الشيما معززة مكرمة وهذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم لأنه هو الذي أخبرنا بأن الرحم معلق في عرش الرحمن تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ولأنه الذي أخبرنا عليه الصلاة والسلام وقال لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم وهو الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم الذي قال من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه أو يزاد ويفسح له في رزقه فليصر رحمه صلة الرحم معينة على سعة الرزق بل مطينة للأعمار وقال العلماء إنها تطيل العمر حقيقة عمرك خمسين قد يجعله الله بركة بصلة رحمك إلى خمسة وخمسين أو ستين أو ما يشاء الله سبحانه وتعالى وقال بعض أهل العلم بل يكون بركة في عمرك فما يقضيه الناس في يوم ويومين وشهر تقضيها أنت في ساعة أو في ربع ساعة أو في وقت يسير إن الرحم عظيمة وهي معلقة في عرش الرحمن الله الله يا من قصرتم في هذه الأرحام الله الله صلوا أرحامكم حتى يصلكم الله والأعمال ترفع يوم الأثنين والخميس إلا المتقاطعين إلا المتدابرين فمن تقاطع مع قريبه ومن تقاطع مع رحمه الله الله صل هذه الرحم وصل هذه الرحم حتى يصلك الله برحمته وبعطائه وبفرجه وبتوفيقه وبشفائه وبكل أمر من الله سبحانه وتعالى فأسأل الله يجعلنا وإياكم من الواصلين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل من يتابعنا في هذه اللحظات كان قصر في رحمه أو حصل بينه وبين قريبا لهم من قطيعة الرحم أن تعود المياه إلى ما جاريها وأن تكون أنت خير من يبدأ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فكن أنت صاحب الخيرية فكن أنت المبادر حتى تكون في خير الناس وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الله يجعلنا وإياكم من الواصلين ويغفر لنا ولكم أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الله يا أبو راك كان الحقيقة الحديد وشجور ولا أدن أنك والله اختصرت لكن في مسألة الآن اليوم مع هذه مسألة القطيعة بين الأقارب وإنما بين الأخوات بينهم بين وبين الأخوان بينهم بين لأن أخ تلقاه مقاطع أخوه لأمور تافية تافية جدا لأنه يجد من الأعداء اللي يمينه ويساره من ينفق في هذا الشيء التافية حتى يعظم في رأسه ثم يتكاتف هو شياطين الجن والإنس على هذا الأمر ثم يقطع أخوه أو الأخت تقطع أختها لأجل أمور تافية ما هي الرسالة اللي نوجهها لأحبابنا ومتابعينا من أمام الشاشات اللهم استعلم أنا أعطيهم قصة ورسالة من معاوي بن أبي سفيان رضي الله عن معاويه وهو الكريم وهو الزعيم وهو الذي ساد العرب بحلمه وبصبره وبصلة رحمه رضي الله عنه وأرضاه بعض الناس قد يتقاطع على أرض وقد يتقاطع على مال وقد يتقاطع على أمر من أمور الدنيا وهي كثيرة وشائعة معاوي بن أبي سفيان كان لديه مزرعة في المدينة من أورا بقرب مزرعة عبد الله بن الزبير وهم بينهم نسب وبينهم صهر وبينهم قراب وهم من قبيلة واحدة فعبد الله بن الزبير كانوا عمال معاويه يدخلون مزرعة عبد الله بن الزبير وكان ينهاهم مرارا وتكرارا ولكن كانوا لا يمتنعون فكتب عبد الله بن الزبير رسالة إلى معاويه وكان زعيم المسلمين وأمير المؤمنين في الشام كتب من عبد الله بن الزبير إلى معاويه بن أبي سفيان بن هند آكلة الأكباد يلمزه في أمه إذا لا إن عمالك دخلوا مزرعتي فإن عادوا إلى ذلك فلا يرينك الله ما أصنع معاوية بن أبي سفيان زعيم وعنده جيوش عظيمة وعنده قوات عظيمة فقرأ هذه الرسالة وكان بقربه ابنه يزيد قال انظر إلى عبد الله بن الزبير يهددني فقرأ تلك الرسالة أمام ابنه يزيد قال ابنه يزيد وكان فيه اندفاعا وحماسا قال لو أردت وشئت يا أبي ترسل له جيشا أوله عنده في المدينة وآخره عندك في الشام يأتونك برأسه أتدري ما قال معاوية ذلك الحليم ذلك الزعيم قال وغير ذلك صلة ورحما ما عندك شهور أحسن من ذلك فيه صلة رحم وغير ذلك صلة ورحما ثم قلب الرسالة وكتب من معاوية بن أبي سفيان للا عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين يثني عليه بأمها أسماء بنت أبو بكر الصديق والزبير ابن العوام حواري رسول الله وهو من العشر من بشر من الجنة أبو عبد الله بن الزبير وأسماه التي كانت تحضر الطعام لرسول الله والذي خدمت رسول الله وأبو بكر الصديق في الهجرة يثني عليه بأمة عبد الله بن الزبير كان يقدح وهذا يثني ورضي الله عنهم أجمعين قال من معاوية بن سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين إذا أتاك خطابي هذا فضم مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك واعلم أن جنة الله عرضها السماوات والأرض ووالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لدفعتها لك ثم أعطاه المزرعة وأعطاه العمال وتنازل عن كل ما يملك لعبد الله بن الزبير حتى يصل تلك الرحم فعندما قرأ عبد الله بن الزبير تلك الرسالة بلها بدموعه وقال لا أعدمك الله حلما ورحما أنزلك من قريش هذا المنزل هكذا كان يتعامل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه رضوانه وتعالى فلذلك فلنتعامل كما تعاملوا ونتأدب كما تأدبوا ونكون مثلهم حين نسوق هذه القصر لأنفسنا حين نسوقها لأنفسنا أولا ثم لكل من يتابعنا فلنتأدب مثلهم ونعمل كما عملوا حتى نفوز بجنة العرض والسماوات والأرض وعدة للمتقين الله يتزال صلى الله على محمد بارك الله فيه يقول وتشبهوا إلا تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا دكتور صالح في محورة أدوكي سم في محورة هذا وصلة الأرحام وما لها وما عليها والله يا أبو سعود ما عاد عندي شيء أقوله لكن كلمة ما شاء الله لا لا فيك بركة ويقول الأول الأصفور هزأت الشيء الكلمة يجي لها أثر لا علا الله يسهل إن شاء الله أنا اللي أقول للأسف نحن الآن يجب أن نكون صارحين وليت